اتصال من الاخوة السنة السلام عليكم ايوه السلام عليكم اخي تسمعوني ايوه سمعك الاسم الكريم من اين تتصل اسمي محمد اياك الله اخي محمد هل لديك السند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي؟ ايوه ايوه انت انا متصل بك عشان اقولك انت السبب في اني اخوي يتشيع الحمد لله لماذا تتصل مع ارقام السقيفة يا اخي تتصل مع ارقام الشيع ايوه انا مش شيعي انا سني واخوك تشيع ايوه انا اخوي تشيع وانا زعلن منك ليه زعلن مني بتقول ايه ليه زعلن مني زعلن منك علشان خليت بقى شيعي انا لم اجعله شيعي الكتبين التي جعلتوا شيعي انا فقط فتحت الكتاب امام عينيه وهو من بحث هو من بحث انا لم اقول له تشيع انا قلت له يقول البخاري يقول مسلم يقول مسند احمد يقول البيهقي وهو بحث انا ليست عندي وانت كمان انا ليست عندي اي مشكلة طيب بقى وانت كمان كنت سني برضو ولا انا كنت سني وتشيعت بسبب كتب السنة احلش احلش بالله كده قصما بالله العلي العظيم تشيعت بكتب السنة انت كنت سني عشت كم سنة من عمرك سني سنوات وانا سني انا شاب ولست طفل ايوة يعني عشت كم عشت عم عشت عشت اي من سنين عمرك وانت سني حاليا مضى على تشيعي تقريبا تشيعت من الفين وعشرة من الفين وعشرة وأنا تشيعت بدأ عمرك كم في الفين وعشرة انا لن اعطي عمري عشر عشر سنوات وأنا تشيعت حا يعني انا قصدي انا قصدي انت بقع كان عمرك قد ايه لما تشيعت يعني كان عمرك قد ايه انا قلت لك اخي الحبيب عشر سنوات مدت على تشيعت цيوي تشيعت من الفين وعشرة بسبب قناتك الكوتر واسبب اخرى شكرا لك اخي الحبيب مبارك الله فيك افتح المجلة اخوة السنة على ان يتصلوا أنت تتكلم عن خارج الموضوع تتكلم عن حياتي الشخصية أنا لا أتكلم عن حياتي الشخصية ولا أحدهم هو حياتي الشخصية شكرا لك وبرك الله فيك وأسأل الله أن يوفقك أخي الحبيب ولا تسأل مني إذا أخوك تشيع بسببي فأنا أخي كما قلت لك أنا أفتح الكتاب أنا لا أقول لكم تشيعوا الآن يجب أن تتشيعوا أنا فقط أبين لكم الطريق هذه هي طريق آل محمد عليه السلام الطريق التي رسمها رسول الله كتاب الله وعترتي هنا يوجد جنة ونار فأنت ابحث لك عقل لا تأتي بعقل الشيخ وتقول فقط ما يقوله الشيخ هو المعقول الشيخ وكأنه شيخ معصوم لا يا أخي انت إذا انتبه الشيخ يقول شيء تفتح الكتاب تجد شيء وأكبر مثال هو هذا كتاب الله والسنت الشيخ يقول على المنبر كتاب الله والسنت تفتح الكتاب سلقى حديث منقطع لا سند له ماذا سنفعل هذا الشيخ يا إما الشيخ جاهل هذه مصيبة مصيبة كارثة أو أنه شيخ كذب وهذه أكبر لأنه هنا يكذب على رسول الله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ماذا سنفعل فأخوك المحترم الذي تشيع تشيع بالدليل لم يتشيع لأن وجهي لأنني أرتدي قناعه لجمال عيوني بل رأى الدليل بأم عينيه وبحث بنفسه ووجد الدليل بأن كلامي صحيح المهم أسأل الله العلي القدير أخي الحبيب أن يهديك مثل أخيك وتتبع الحق وتتبع محمد وآل محمد عليهم السلام اشتركوا في القناة